إلى مناطق الصراع في شرق أوكرانيا حيث أعلنت قيادة القوات الموحدة عن مقتل جندي أوكراني وإصابة آخر بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة في أقلمة دنباس الجيش الأوكراني أكد انتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار 11 مرة منها باستخدام الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات منسك لسلأ بلدات فيرخناترويتسكي باباسنايا خوتير وكريمسكي تعرضت لاعتداءات دورية من قبل المسلحين الموالي لروسيا قام المسلحون المواليون لروسيا بقصف مواقعنا لمدة ساعتين ونصف الساعة بالقرب من وديان بقذفات القنابل كما سجل جنودنا انفجارات ناجمة عن قصف بعشر قذائف هاون من عيار 120 مليمترا كما لوحظ نشاط مكثف للقناصة في هنوتبة وقام العدو أيضا صباح اليوم بإطلاق نيران الأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية في نوفالوهانسكي وقامت وحدات من القوات الموحدة بالرد على خروقات العدو باستخدام الأسلحة التي لم تحضرها اتفاقات مينسك اشتركوا في القناة